سعادة النائب محمد عقل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سعادة الرئيس الزملاء والزمليات الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام على الأردن على ثهوله وجباله ووهاده على مدنه وقراه وبواديه ومخيماته وخير المطالع تسليم على الشهداء أسكى الصلاة على أرواحهم أبدا فسلام على شهداء جيشنا العربي الذين قضوا في الكرامة وعلى أسوار القدس وسلام على مجاهدي الأردن من كائد المفلح لعبيدات وحتى ماهر الجازي وسلام على شهداء فلسطين وسلام على القدس كل القدس عربية إسلامية تبقى كذلك عبر الأزمان وسلام على غزة شرف الأمة وعنفوانها قاهرة العدى الآخذة بثاراتها عزنا ووجعنا كرامتنا وألمنا سلام على مجاهديها وكتائبها وشهدائها وعلى أهلها الصامدين المرابطين وسلام على المقاومة في لبنان وعلى كل مقاوم من أمتنا مشتبك مع عدونا الصهيوني الحاقد أما بعد فإن حكومة دولة جعفر حسان جاءت كأول حكومة في مرحلة التحديث السياسي بعد الانتخابات النيابية التي تمثل أول مراحل هذه المنظومة حيث التنافس على أساس حزبي برامجي كتلوي لتمهيد الطريق نحو الحكومات البرلمانية وللأسف بالرغم من محاولة الحكومة أن تأخذ شكلا حداثيا متناغما مع مرحلة التحديث إلا أنها تمسكت بالمصاري التقليدي في الشكل والمضمون فما رأيناه هو أشبه بالتعديل الكبير واستنساخ للحكومات الماضية شخصيتها تائهة بين المرحلتين فلم تتشكل على أساس التنفيل الحزبي حسب أوزان الأحزاب في المجلس من باب محاكاة المستقبل وتحفيز التحديث السياسي كي يأخذ مداه ولم تقتر أن تقف على أعتاب المرحلة تترقب رسوخ المشهد وتنأى بنفسها عن التجاذبات وإنما جاء تشكيل الحكومة غريبا محيرا محبطا للمواطنين الذين استبشروا بالمرحلة الجديدة وتدفقوا نحو سناديق الاختراع للتعبير عن أشواقهم وانحاز وجدانهم الجمعي إلى التيار الذي عايشوه وخبروه ووثقوا به عشرات السنين وتحققوا من انتمائه الصادق لوطنه وأمته فتقدم حزب جبهة العمل الإسلامي ليصبح حزب الأكثرية مع بداية تشكل المجلس فما كان من رئيس الحكومة ومن يشاركه التفكير في صياغة المشهد إلا أن تقوقعوا في القوالب الانطباعية الجامدة التي كرسها التيار التقليدي في التعامل مع المعارضة الوطنية الراشدة ففتحوا البابة على مصراعيه لتوزيل رؤساء بعض الأحزاب ورموزها وتم إبعاد حزب الأكثرية ليس عن العمل على إشراكه في الحكومة في حسب بعيدا عن هل نوافق أو لا نوافق بل حتى مجرد استمزاج رأيه في تشكيل هذه الحكومة وبعد ذلك مطلوب مننا أن نقتنع أن هذه الحكومة تقف على مسافة واحدة من الجميع والأهم من ذلك هل هذا المنهج التقليدي الموغل في الانكفاء على الذات هو المؤهل لإدارة الدولة الأردنية في أكثر مرحلة تمر بها البلاد بعد احتدام المشهد الإقليمي وعودة ترامب المشؤومة واستمرار حرب الإبادة الهمجية على غزة وانفلات عقال مجرمي الحرب الغاصب وإعلانهم عام الفين وخمس وعشرين كعامل لضم الضفة الأرض دون السكان مما ينذر بخطر التهجير الذي يتوافق مع عقيدة فريق الترامب المتصحين إخواني وأخواتي سعادة الرئيس الأردن في هذا المشهد الصعب الاستثنائي بحاجة إلى حكومة ذات أداء استثنائي تستشعر الخطر قبل حدوثه وتعمد إلى صياغة رؤية وبرنامج وطني شامل لمواجهة هذه الأخطار فلا يقل أن الحريق ملتهب حولنا ونحن في حالة استرخاء لقد أعلن الأردن أن التهجير بمثابة إعلان حرب ونحن لا نتمنى حدوث هذه الحرب ولكن من يعلن هذا الإعلان عليه أن يظهر الجدية في مواجهة هذه التهديدات وكلمة السر في مواجهتها هو تحصين البيت الداخلي والانفتاح على كافة مكونات الوطن وقواه الحية والجلوس على مائدة مستديرة تعيد استلهام الموافق الوطنية التي توافق عليها أسلافنا وعبروا بها مراحل سابقة غبالغة في الصعوبة نريد أن نعيد أثقى للمواطن ليحيى عزيزاً في وطنه تتوفر له سبل العيش الكريم وأساسيات الحياة دون تمييز وإطلاق الحريات العامة التي كان سقفها السماء فأصبح سقفها القوانين التي تكمم الأفواه والتي لا بد من تعديلها وأولها قانون الجرائم الإلكترونية فالمواطن المرتجف المرعوب الذي يشعر بالتهميش والفقر والحرمان من الحقوق الأساسية ليس هو المواطن الذي يمكن أن يواجه التحديات الكبرى التي يمكن أن تداهم البلاد وأول اختبار للحكومة فيما أوردته في بيانها حول الحريات العامة هو العمل على إطلاق سجناء الرأي وعلى رأسهم الأستاذ نعيم جعابو والأستاذ أحمد حسن الزعبي والأستاذ أيمان صندوق وغيرهم وإطوج المشهد بإطلاق صراح معتقذي دعم المقاومة ونؤكد هنا أننا في كتلة جبهة العمل الإسلامي سنمد أيدينا بكل الاتجاهات وسنرد التحية بأحسن منها لنشكل معا سدا وطنيا منيعا تتكسر عليه أوهام كل من يستهدف هذا الحما المنيع الأردني العربي الإسلامي أردننا الذي احتفى بالنصر يوم سبع عشر عندما استرد المجاهدون كرامة الأمة وهشموا أسطورة الجيش الذي لا يقهر وأصبح شعبنا أيقونة عالمية تحتذي بها الشعوب في إثناد المقاومة والمطالب بإنصافها والانفتاح عليها وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية حماس والإصغاء لأنين المكلومين وإغاثتهم وكان الغوث الرسمي والشعبي في الأردن هو الملاذ الأكبر لأهلنا في غزة رغم قلة ذات اليد وكان الخطاب الرسمي مميزا صارما مساندا واليوم تتعالى بعض الهمهمات وكأنها تريد أن تتنصل من هذا الموقف العظيم خشة التبعات في المرحلة الترامبية فنقول لهم لا تفسدوا علينا هذه المحطة لا تفسدوا علينا هذه المحطة الوضاءة من محطات تاريخنا التي نجه بها فهذه الأرض المباركة هي الكنف الأول من أكناف بيت المقدس وهذا هو قدرها أرض حجد ورباط وفقر وكبرياء وبوابة الفتح القريب بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله شكرا لسعاد الزميل